يعطيك العافي طلابي الاعزاء معاك وليم علمي انوار عوالي من عبلين بعلم في هنويه الطمر الخوارزمي معلمي لموضوع الجغرافيا اليوم درسنا لصف الخامس موضوع الدرس نهر النيل مصر طبعا نهر النيل مصدر الحياة ماذا سنتعلم اليوم سنخبركم عن نهر النيل في مصر راح نتوسع عن نهر النيل منين بنبع نتابع في مصاره حتى يصب في المصاب لقيله في البحر الابيض متوسط سنتعلم عن نهر النيل النهر الذي يعتبر مصدر الحياة لو لا وجود النيل لا حياة في مصر مصر طبعا من النيل اعطى الحياة لدوله مصر سنفهم ما هي اهميه نهر النيل لسكان مصر سنصف منظر النهر المثير للاعجاب سنفحص ما هي التحديات التي تواجهها مصر والدول المحاذه لنهر النيل هل النهر النيل هو تابع لدولي واحده اكم دولي بمر هل كل الدول بتستفيد من مياهه بنفس الدرجه ماذا يجب ان نحضر للحصه علينا اليوم عشان نتفاعل معلم علمه ونكون جاهزين لما تطلب منه مهمه نحضر معنا دفتر قلم اطلس عندي حاسوب او هاتف نقال لبحث المعلومات طبعا بعطيكو مده دقيقه انكو نتحضروا غراتكو تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مهم جدا حضرته اغراضكو للحصه دفتر اطلس هاتف او حاسوب طبعا قبل ان نبدأ نتمعن في دول حوض البحر الابيض المتوسط انا بدي تطلعولي طبعا بالاطلس بعطيكو ثلاث دقايق اللي تبحثوا عن دول اللي هي موجوده في حوض البحر الابيض المتوسط ومحددتلكو خارطه سياسيه معلمتي معاكو ثلاث دقايق اتفضلوا ابحثوا عن الدول اشتركوا في القناة 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 اذا معلمتي مهم جدا بالخريطه السياسيه انا طلبت منكو تشوفوا الدول وهدفي كان انكو اتميزوا مصر بين دول حوض البحر الابيض المتوسط انا علمت على الدولي طبعا تقع دوله مصر في قاره افريقيا تقع قوي دوله مصر في الجنوب الشرقي لدوله اسرائيل وتقع شرقي ليبيا بحدها من الجنوب طبعا عند السودان من الشمال البحر الابيض المتوسط عندي من الجهة الشرقية طبعا عندها حدود طبيعيه مع البحر الاحمر وانتبهوا لثلاث للمناخ اللي موجود في البحر في منطقه مصر ورح ارجع عليها طبعا في الخرط الطبيعيه بدنا نتبع رحله ونمشي احنا مع نهر النيل بالضبط منين باده من بحيرة فيكتوريا ونمرق على بحيرة البرت بحيرة كيوغا نمار في النيل تانوه يصير اميز من النيل الابيض مع النيل الازرق كيف عندي وين اتحده كيف صار اسمه نول النيل موحد بده وين منطقه او في السودان في مدينه الخرطوم عازمه السودان وبنثم بندمج معاه نهر عطبرة اللي بضفله كمان كميه مياه لبق سبيه واستمراره لمنطقه البحر الابيض المتوسط رح نعمر رحله في شرحنا بالضبط من منبع نهر النيل لحتى المنطقه اللي بصب فيها انتبهوا ايه معلمتي عندي في الخرطه الطبيعيه طبعا هاي الخرطه اللي بدنا نميز فيها نمر شوي شوي على نهر النيل من منبع اتبعوا لي اياها انه هون في منطقه افريقيا هاي الخريط اللي انا بمرق عليها على السريع ولكن بشرح بالتفصيل عن نهر النيل عن طريق الخرطه اللي موجود قدامنا طبعا نهر النيل يعتبر اطول نهر في افريقيا يجري على امتداد 650 كيلو متر معدل جريانه طبعا 300 مليون متر مكعب في اليوم نهر ضخم جدا بمر طبعا في مناطق صحراويه ولولا وجود النيل لبعض الدول لما وجدت الحياه في هذه الدول بدت انتبهوا لا اشي واحد عندي طبعا اذا انا بدي اركز ثواني معلمتي كيب بنبع نهر النيل ونبدأ منه على الخرطة الطبيعيه النيل انتبهوا تصوير علوي بنبدأ بالنيل الازرق يصل من الشرق طبعا رح احدد ليش نيل الازرق والنيل الابيض واشرح عنهن انا بنظره قريبه عن كل نهر اولا اذا بدي احكي انا النيل الابيض والنيل الازرق بدي ارجع كيب بدي منين ببدا نهر النيل طبعا اولا النيل الابيض يتميز بجريان ثابت نسبيان طبعا يبدأ جريانه من بحيرة فيكتوريا في اواندا على ارتفاع 1130 متر بهبط الى منطقة السود التي تعتبر منطقه مستويه بها شبكه جريان متفرعه ومستنقعات واسعه بدخل طبعا هون النيل الابيض لذلك غالبيه الاستثمارات في هذه المنطقه هي لزيادة كميه الميه لنهر النيل المهم انه احنا انضف له بها المنطقه كميه ميه طبعا النيل الازرق يبدأ النيل الازرق ببحير الطانه في اثيوبيا على ارتفاع 1700 متر وينحدر ينحدر بشده باتجاه هضباط السودان مكونا في طريقه اخاديد مرتفعه يصعب الاستطان بها من جريان النهر الغير ثابت تنخفض كميه الجريان بشكل كبير في فصل الشتاء المهم انه النيل الازرق كميه الميه بخذها وينتا في فصل الصيف لانه المنطقه النيل الازرق بمر منها هي مناخ موسمي حيث تسقط الامطار في غير موسمها بنيجي طبعا انه هالمطر الكميه الاكبر من الميه اللي تدخل النيل الازرق في فصل الصيف في المناطق اللي بكون فيها هطول امطار اذا انتبهوا للخريطه اللي قدامكم اذا انا بدي اوضح نهر النيل طبعا الابيض انه كميه الامطار لالو هي كميه ثابته نوعا ما اذا يلتقي النيل الابيض مع النيل الازرق في الخرطوم مدينه الخرطوم اللي هي عاصمه السودان ومن هناك بيسمى النيل الموحد طبعا بعد اكم من متر مسافه معينه بنصب بصفيو نهر وادي عطباره مدينه الخرطوم في السودان تصوير علوي من اللي تقدر تشوفه نظره قريبه على ملتقى نهر النيل الابيض والنيل الازرق في مدينه الخرطوم في السودان النيل الموحد من شمال الخرطوم يمر في مستنقعات السود طبعا 90% مصدر من المياه نتيجه انجراف النيل في اثيوبيا حوالي 59% مصدرها من النيل الازرق والباقي من الروافد المختلفه التي تصب في نهر النيل تبليل وتحرك الانجراف يحدث فقط في الفتره يحدث فقط في الفتره الماطره في اثيوبيا في الصيف طبعا خاصه عندما تشتد العنطار في هضبة اثيوبيا بقيت اشهر السنه طيار روافده التي تصب في النيل يكون ضعيف اتذكروا معلمتي قبل شوي حكيت لكم انه في منطقه اثيوبيا تحطر الامطار في فصل الصيف لانه هاي المنطقه بسود فيها مناخ موسمه كلمه مناخ موسمه حكينا انه تحطر الامطار في غير موسمها عندهم فصل الصيف في امطار ونهر النيل بصبه له كميات كبيره من المياه ما الذي يميز مصار النهرين الكبيره سجلوا في دفتركم باي الخرائط يجب ان نبحث لنجد مميزات منطقه مساق النهرين النيل الابيض والنيل ازرق بعطيكم علمتي دايقتين انتبهوا اي خرايط تقدر تساعدنا انا شرحت النيل الابيض مصدره من نيل من اي دولي النيل الابيض طبعا بطلق من بحيرة فيكتوريا على خط الاستواء النيل الازرق من بحير الطارة بيجي من منطقه اثيوبيا ذكرتلكوا اسامي منطقتين اللي تقدروا اتميزوا حسب خطوط العرض وحسب الدول اللي ذكرتها كيف المصارين بعطيكم دايقتين تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا طلبت منكم علمتي اعطيتكم مددائتين باي الخرائط يجب ان نبحث لنجد مميزات منطقه مساق النهرين النيل الابيض والنيل الازرق اذا ما الذي يميز مساري النهرين الكبيرين ماذا سجلتم ماذا سجلتم في دفتركم انتبهوا ماذا كتبت انا لكي نميز مساق النهر نفحص شيئين اساسيين مبنى المنطقه في الخريطه الطبيعيه ومميزات المناخ في خارطه المناطق المناخيه وفي خارطه مميزات المناخ مثل الرواسب ودرجات الحراره يعني انا بدي اروح على خرائط مناخيه اخدر اتساعد بالمميزات لكي نميز مساق النهر نفحص شيئين اساسيين قالنا اذا مبنى المنطقه في الخارطه الطبيعيه ومميزات المناخ في خارطه المناطق المناخيه وفي خرائط مميزات المناخ مثل رواسب ودرجات الحراره ابحثوا عن الخرائط واستخرجوا المعطيات من الخرائط بعطيكم كمان مهلت ثلاث دقايه لانه خرائط المناخ بدها دققه معلمتي اكتبوا انه حاولوا تعطوني اجابي دقيقه تفضلوا اشتركوا في القناة 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 المناخ مثل رواسب ودرجات حرارة اذا متابعة مصاق مجرى النهر يجري نهر النيل في منطقه جبلية عالية في السودان على طول منطقه هضبية مستويه نسبيا لذلك تخف وطيره التذفق ينتج التفافات في مستنقعات السود الموجوده في المنطقه السودانيه يفقد مياه ولكنه يستمر في الانسياب حتى حدود مصر والسودان في منطقه مستنقعات السود في في هاي المنطقه طبعا بفقد كميه كبيره من المياه نهر النيل اذا اين يجري نهر النيل انتبهوا حسب مصائل لمجرى نهر النيل في عندي في المنطقه حسب الالوان اللي موجوده اللون الاصفر هاد مناخ صحراوي اللون البرتقالي وين بيبدأ نهر النيل واللون البنفسجين انتبهو مناخ سفانا استوائي واللون حسب اللون البرتقالي قلنا مناخ شبه صحراوي اذا بطلع نهر النيل من مناخ استوائي لمناخ شبه استوائي لمناخ صحراوي حتى يصف في البحر الابيض المتوسط اللي هو مناخ معتدل مختلط مناخ طبعا حوض البحر الابيض المتوسط مناطق مناخية في العالم اين يجري نهر النيل هيا نتعرف على المناطق المناخية على طول المصاري النهر هل تتبعوني في الخرائط في الاطلس بدنا ناخد طبعا الخريطه نحاول نشوف نتبع مجرى نهر النيل منين بطلع منين بنبع حتى يصب معاكو دقيقه معلمتي اتفضلوا ابحثوا في الخريطه موسيقى 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 اذا المناطق المناخية اين يجري نهر النيل انتبهوا عنكو مناخ توندرا ما عندي شهر واحد خلال السنه انا بدي اطلع على المناطق معظمها صحراويه لون الاصفر مناخ حار جدا كميه الامطار قليلي اقل من متين مليمتر نحكي عن جفاف عن تبخر بنسبه عالي كميه الامطار معلمتي قليلي اذا النهر النيل لولو وجوده في منطقه الصحراء لما وجدت دوله مصر ولا وجدت الحياه في دوله مصر برجع شوي انا معلمتي على خط الاستواء خط الاستواء اللون الاحمر وكانت بانا كلمه خط الاستواء اللي هي منابع النهر النيل اذا كميه الامطار في شهر تموز اين يجري نهر النيل انا حددت فصل الصيف اخدت شهر تموز نهر النيل بنبع من منطقه اثيوبيا اللي هي عندها هطول امطار عندها مناخ موسمه هطول امطار في فصل الصيف وانتبهوا للالوان اللي موجوده على مفتاح الخريطه ومنحكي اللون الازرق الغام بخمسمائه لسبعمائه وخمسين مليمتر عندي بقل لثلاثمائه لخمسمائه انتبهوا وين حط كتابه جنوب السودان وانطلاق نهر النيل في الخريطه بينما كميه الامطار في شهر كانون الثاني اللي بنحكي احنا في فصل الشتاء اين يجري نهر النيل بتكون كميه الامطار في اثيوبيا قليل في فصل الشتاء نهر النيل الازرق بقل منصوب الميال اللي بتكون في فصل الشتاء اخف لانه حكينا مصدر نهر النيل الازرق من اثيوبيا اللي هي تحطل فيها الامطار في فصل الصيف كميه الامطار هالي شايفينها من من 50 ل 100 ملي متر كميه قليله جدا في فصل الشتاء بينان فصل الصيف حكاية 500 ل 700 ملي متر ماذا نعرف حتى الان مصر موجوده في منطقه الصحراء العالميه في صحراء صهاره معظم مناطق مصر هي جبلية هنالك نهر يجري على طول مصر اللي هو نهر النيل في مصر شاطئ على طول البحر المتوسط شمالي الدوله طبعا نهر النيل ماذا فهمنا شو تعلمنا احنا عن نهر النيل شو المميزات اللي بتميزوا شو الاشياء اللي بتخص بس قلنا فقط فهر النيل نهر النيل يمر نهر النيل في عدة دول افراقية حتى يصل الى مصر طريق اوغاندا كينيا جمهوريه كونجو الديمقراطية زئير سابقا طبعا اثيوبيا جنوب في السودان السودان وفي مصر يصب في البحر الابد متوسط اذا احنا كل الوقت لما منذكر مصر منذكر نهر النيل كأنه نهر النيل ينبع في مصر ويصب في مصر ابدا هي معلومة خاطئة طبعا نهر النيل اول ما بطلع بطلع عمليا من اوغاندا من كينيا لكونجو لازئير قلناها اللي هي نفسها كونجو لاثيوبيا بمر في السودان واخر اشي بتكون الدول اللي بمر مصر منها هي دوله مصر علشان هيك معلمتي انا باجي بسأل نفسي لقدام هل مسموح مصر تستغل كل المياه هل يسمح لمصر بناء سد وتحشر كل المياه او بيجي السودان عندي قبلها بتقول انا ده ابني سد على نهر النيل في دوله السودان ما بجوز لانه في دول لقدام اللي هي عايشي بسبب وجود بفضل نهر النيل اتجاه تدفقه من الجنوب الى الشمال حكايا انتبهوا هنا من الجنوب نهر النيل طبعا حتى الشمال معظم كميات المياه ومياه الجرف تصل في الصيف وبقية اشهر السنة تكون الكميه قليله اعتماد نهر النيل طبعا بما انه نيل الازرق بدخله كميات كبيره من المياه ونيل ازرق منابعه طبعا مصدره من اثيوبيا واثيوبيا كميه الامطار تسخط في فصل الصيف اذا اعتماد في فصل الصيف والكميه القليله في الشتاء نهر النيل صعوبات وتحديات ماذا تعمل الدول الموجوده على رأس النهر في المناطق الموجوده قبل قاعده انجرة في النهر هل يدخون الماء ويقللون من كميه المياه التي تصل الى مصر انتبهوا شوي مع الامتي هل كل الكميه بجوز انها تخذها السودان او وغاندا ومصر سيتها تصلها كميه قليله هل هنالك خطر حرب بين الدول المجاوره التي تقع في منطقه المناخ الصحراوي السودان ومصر لكلهما نقص كبير في المياه والكثير من السكان تستعمل هذه المياه اذا انا معلمتي بدي انتبه مصر والسودان عندهن 2 مناخ صحراوي مصر والسودان كميه الانطار قليله كميه المطار اللي عندهن بسبب من المناخ الصحراوي تتراوح اقل من 200 مليمتر سنويا مصر انا ما باستثناء الساحل الشمالي ولكن معظم مساحه مصر هي صحراويه ذات مناخ صحراوي اذا كل دولي بدها تستغل المياه بشكل غير عادل وما تاخذ بالحسبان اعتبار احتياجات الدولي المجاوري او هالنهر راح تقوم حرب بين الدولتين مصر تستغل نهر النيل ابحثوا في المصادر الكتب التعليميه الاطلس الحاسوب او الهاتف النقال ما هي الاستعمالات التي تقوم بها مصر لمياه نهر النيل بشغل التايمير انا بعطيكو ثلاث دقايق معلمتي اتفضلوا وبعث ثلاث دقايق من شوف شو كتبته اشتركوا في القناة 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 ما هي الاستعمالات التي تقوم بها مصر لمياه نهر النيل طبعا اسا بنسمع كل واحد كمان تقدروا تفرجونا شو كتبتو تفرجونا معلمتكو طبعا مش لاقلنا لقينا احنا طبعا تصوير مصر تستغل مياه النيل عدة استعمالات نهر النيل مصدر الحياة في مصر اولا للشرب من الاستعمال البيتي طبعا هي اول استعمال اللي احنا لا نستغني عنه ثانيا للصيد صيد الاسماك طبعا عن طريق تجميع في برق خاصه او نهر النيل مباشرة مصار للرحلات البحرية انا بقدر استغل هاي نوع من السياحه او مواصلات لري المزروعات باعتمدوا كثير عن طريق عن نهر النيل عن طريق الري بواسط القنوات او عن طريق مد خطوط مياه الى الاراضي الزراعيه واستغلالها للزراعه وتطوير مجال الزراعه في مصر توليد الطاقه الكهرومائيه وطبعا توصيل الاناره والاضاءه والكهربه لمعظم مساحات مصر هاي اهم استعمالات نهر النيل بالنسبه لمصر نهر النيل هو شريان الحياه في مصر معظم المئة مليون نسمه في مصر تقريبا كلها تتمركز على طول النهر على رأس الدلتا منطقه القاهره وفي منطقه منطقه الدلتا حتى شاطئ البحر الابيض المتوسط اذا منتبهين هاي الاناره والاضاءه اللي شايفينها في التصوير هون متمركز معظم سكان مصر كثافه سكانيه عاليه انا حاولت ارسم نهر النيل على اللوح باللون الازرق والدلتا وهنا القاهره اللي بايني عنكم بالاضاءه اكتظاث سكاني عائل يعني اناره يعني استغلال مصادر استغلال كهربه لاجهزه كهربائيه للاستعمال اليومي نهر النيل هو شريان الحياه في مصر سد اصوان سد اصوان السد الكبير على نهر النيل الان اثيوبيا تبني ايضا سد ضخم يساعد في اقتصاد مصر على السد وين بنو السد جمعه كميه مياه في هناك بركه وعن طريق البركه تم استغلال المياه في الاشهر اللي بتقل فيها المياه في نهر النيل او فيش مطر كفاي وطبعا ممكن تستغل لصيد الاسماك وعلى السد وين في قوة ضرب للمي بنو عمليا مولد للطاقة الكهربائيه يساعد في اقتصاد مصر بحيره ناصر تجمع كميه كبيره من المياه لكل السنه لان النهر يجف الشتاء ثانيا السد يزود السكان والمصانع بالكهرباء توليد الطاقة الكهربائيه عن طريق السد حقائق وادعاات ايس في حقائق وادعاات بعد انهاء الدرس سجلوا في الدفتر ماذا تدعي اثيوبيا والسودان ضد مصر والتي غير غير مستعده لاستماح لهما باستعمال كميه كبيره من مياه النار وما هي ادعاءات مصر لماذا يجب ان تأخذ اغلب كميه كميه المياه من النيل ما هي ادعاء الطرفين قلت سجده بالدفتر معلمتي طبعا لانه انا اذا مصر بتتاخذ كميه المياه لها عندها ادعاء واحد اثنين ثلاثين ممكن تجي تقول انا عندي عدد سكان كبير انا كل منطقة سحراء نسمع الطرح الثاني السودان وهي مهمه للكوا جيبولي اياها جيبوها لمعلمتكوا على الصف وتفرجوها للطلاب وتقرؤوها وتعرضوها وتقدروا تنقشوها مع بعض انتم المعلمي وتسمعوا اراء باقي الطلاب تلخيص ماذا تعلمنا يمر نهر النيل في عدة الدول اسفه يمر نهر النيل في عدة دول طبعا حكينا ببدا من اوغندا من منطقة السودان لا ما صارت انه يصب في بحر العبيض المتوسط النيل الابيض والازرق هما المساران الاتسيان لنهر النيل النيل الازرق والنيل الابيض طبعا يلتقيان في مدينه الخرطوم عاصمه السودان ومن ثم يتحولان الى نهر واحد مصر هي دوله موجوده في المناخ الصحراوي الصحراء العالميه النيل يجذب السكان لمصدر المياه النيل او النهر هبت مصر يزود مصر بالحياه لو لا وجود نهر النيل لما في حياه في مصر التكاثر السكاني كبير وبغتيره سريعه يعيق التطور الاقتصادي في مصر الانفجار السكاني الهائل استغلال الموارد عندي مشاكل اجتماعيه عندي فارق طبقي اغنياء وفقراء عندي ضغط اجتماعي ضغط على المؤسسات التعليميه ضغط على المساحات على المحاصيل الزراعيه لا تكفي العدد الهائل من سكان مصر اذا هناك قلق من النزاعات مع الدول الواقعه على طول النهر بشأن استهلاك المياه اكتب في دفترك لماذا يعتبر نهر النيل هبت مصر اعطيني طبعا تبريع هاي مهمه للصف بجيبوها لمعلمتكو شكرا للكو كانت معكو لمعلمه انوار عوالي معلمه لموضوع الجغرافيا من ثانوية الخوارزمي طمرا شكرا للكو نلاقيكو في درس اخر الى اللقاء